تعرف أن سارة بنت محمد البرهمي وزوجة محمد البرهمي تقدموا بشكوى ضد من 3-4 أيام ضد حركة النهضة لأن فيه تهديد بالاغتيال ليهم لأن بنته سارة بتقود حركة توعوية في الجامعة هناك ضد حركة النهضة وحزب الإخوان فجت لهم تهديدات والتهديدات دي جاي من مين؟ جاي من التنظيم السري للإخوان أنا عايز أقول أن هناك تنظيم سري لجماعة الإخوان في تونس أصبح الأمر لا خفاء فيه ليه؟ في واحد مصطفى خدر مصطفى خدر دوة التابع الأمين كان لراشد الغنوشي كان الرجل الذي يلازمه كظلهي وجه القضاء التونسي مؤخرا اتهام بعد قد 8 سنين بتجرى تحقيقات وجماعة الإخوان هناك تعرقل التحقيقات ليه؟ في مقتل سكري بالعيد ومحمد البرهمي ليه بتعرقلهم؟ لأنه لو استمرت التحقيقات بشكل واضح هتكشف التنظيم السري وتكشف إدارة راشد الغنوشي نفسه اللي هو داعية الدم يعطيك من طرف اللساني ده راشد الغنوشي حلاوة نعم نعم ويزوغ منك كما يزوغ السعلاب هو كده راشد الغنوشي وده طبيعته وهو معروف كده في وسط التنظيم الدولي أنه حلو الكلام أن الكلام بتاعه بيقوله تصبح بالنهار تدوبه شمس الحقيقة ما يكونش له وجود على الإطلاق فدلوقتي التمويل الذي يتلقاه راشد الغنوشي شخصيا وتدخم سرويته اوعى تفتكر أن الكلام ده يثار فقط أمام جهات التحقيق ده مثار وفيه وعامل مشاكل داخل الإخوان في تونس حركة النهضة في تونس نفسها لدرجة أنه معرقل عقد المؤتمر العام لحركة النهضة في تونس كان مفروض تنعقد السنة اللي فاتت لقد دلوقتي معرقلها ليه؟ ده فيه أكتر من نيت واحد منهم رفيق عبد السلام جوز بنته جوز بنت الغنوشي شخصيا ضده ووقعوا وقالوا أنه يعرقل أي تغيير في السلطة مسألة اللي هو بيقول لو جلس عمر بن الخطاب على كرسي السلطة سيكون مستبداً وكأنه هو يتحدث عن نفسه أنه هو المستبد هو مستبد حتى داخل النهضة رافض تماماً أي تغيير فترتب على كده إيه؟ لازم نعرف أنه فيه خلافات داخلية قوية داخل النهضة نفس الصورة الكربونية من الخلافات داخل تنظيم الإخوان اللي موجود في تركيا برضو خلافات مالية مجدينية مش عقائدية مش خلافة على توجه ملاش علاقة بس لما نلاقي واحد زي عفتاح مورو عفتاح مورو ده كان جيه مصر بعد أحداث يناير وقعد واستطم استضافته في التلويزيون المصري وببعض القنوات واتكلم ونال إعجاب البعض لأنه كان بيتكلم متحدث متحدث ناضق جداً وهو محامي وبارع في الكلام وبيتكلم عن أشياء يعني تعتبر يعني في لغتنا وكأنها تنويرية براقة صحيح براقة لكن عفتاح مورو مع وانا كنت دخلت مع عفتاح مورو في قناة سكاي نيوز من حوالي خمس سنين في مسجلة وكان هو في لندن ساعتها وانا كنت هو مازال تنظيمياً بس استقال من مواقعه التنظيمية داخل التنظيم ده اللي حصل من من عام أو أقل من عام استقال وابتهم راشد الغنوشي بالاستبداد وقال أنا عدت مواطن تنسي لا علاقة لي بأي مسؤوليات تنظيمية داخل حركة النهضة هو صحيح له مشروعه اللي يعتبر كأنه مشروع تجديدي في حركة الإخوان يعني بينتمي ومزال زي أبو الفتوح مثلاً زي أبو الفتوح مثلاً إلا أنه بيقول كلام في منتهى الخطورة الأما أخشى أن يضطر الغنوشي إذا وقف الشعب ضده إلى استخدام العنف واستخدام السلاح معنى كده أن عفتاح نورو عارف شخصية وعارف أن فيه تنظيم مسلح هستخدم العنف إزاي هيمسك تنظيم سري ويطلع بنفسه لازم يكون فيه تنظيم سري وتحدث صراحة عفتاح مورو عن خشيته من أن يتحول تنظيم الإخوان هناك إلى تنظيم يعني دموي ده برضو إدى فكرة عن أنه وكأنه يلقي بالتبعات على اغتيال الاتنين السياسيين الكبار في تونس على حركة النهضة مصطفى خضر الذي أوقفه زعيم التنظيم السري اللي هما مسميين التنظيم السري هناك إيه كتيبة جنود الخلافة ده الإسم المستخدم للتنظيم السري للإخوان في تونس كتيبة جنود الخلافة وسنسمع عن كتيبة جنود الخلافة في خلال الأيام القادمة أتوقع أنها تتحرك أتوقع أنها تتحرك التويتات اللي حضرتك عرضتها اللي راشد الغنوشي بيقول فيها إن إحنا يعني سترق دماء يعني في حاجة سترق ما معنى الترق هو بيتكلم عنه وبرضو لما قال وجدي غنيم السفيه وصدقت في وصفك له لما قال يجب أن ترق الدماء يعني دعوة ليه هذا التنظيم السر إنه هو يستيقظ يطلع بس مصطفى خدر اللي هو القائم ده تم إيقافه مؤخرا بتهمة اغتيال أو المشاركة في اغتيال شكري بالعيد ومحمد البرحمي فهو موقوف حاليا كون إنه للتهمات المالية أيضا في قرار في منتهى الزكاة استخدموا قيس سعيد بإنه جعل من نفسه وفقا لصلاحيات الدستور نائبا عاما ليه لإنه التحقيقات بقى للإخوان والنهارده يعني يمكن في شريط الأخبار عند حضرتك الاتنين المحامين بتوع شكري بالعيد ومحمد البرحمي مقدمين واستنداتهم مقدمين وصائق بتثبت إنه فيه تمويل كان بييجي كتير لراشد الغنوشي في القضية بتاعة اغتيال السياسيين دول والمهم بقى في القصة لما نيجي نقرأ الوسائق دي يا أستاذ ناشئت هيتضح إنه باين إن فيه تبرعات فلما بدأت النيابة في كشف الشخصيات التي تبرعت اتضح أن هذه شخصيات ماتت منذ زمن يعني هم حطين أسماء وهمية لشخصيات بتتبرع من الشخصيات دي الأصلية مين بقى الأصلية مين خصوصا أن بعد هذه التبرعات جاءت من إنجلترا تنظيم الدولي مقر التنظيم الدولي عبر تحويلات بنكية في حسابات إلى راشد الغنوشي شخصيا فلذلك كون أنه هو يعني تتخذ إجراءات قانونية في الفترة الحالية نلاحظ إمبارح بدأ راشد الغنوشي حاول يهدي بقدر الإمكان وبيدعو إلى عمل حوار وطن حوار مجتمع عايز يتجاوز ده نوع من التراجع نوع من التهديئة ليه بقى لأنه لا يتحرك من تلقاء نفسه عندما تكون هناك أزمة فيصلية لتنظيم من تنظيمات الإخوان في أي قطر من الأقطار ينبغي أن يعود المسؤول عن هذا التنظيم إلى التنظيم الدولي يعني دلوقتي راشد الغنوشي على تواصل مع تنظيم الدولي اللي يأتمر بقى وامره آه طبعا إبراهيم مونير حدث تواصل ما بين راشد الغنوشي وبين إبراهيم مونير قال له في البداية ينبغي أن يتم التصعيد فكانت تصريحات وأن يتم هناك اعتصام لذلك حاول يعتصم وحاول البرلمان حاولين البرلمان حاولوا أنهم يتواصلوا مع شامل مشيشي رئيس الوزراء علشان خاطر يقول لا أنا رافض القرارات بتاعت قيس لم ينجحوا في ذلك آه لا ده أنا عايزة أقولك إيه بقى يعني وقد كشفها لي الصديق العزيز أكرم خزام أكرم خزام الذي كان مراسلا لقناة الجزيرة في موسكو أيها صحيح وهو من الإعلاميين الكبار فأنت تعرف ليه تم إيقاف بث قناة الجزيرة في تونس؟ ليه؟ قال لي لأنه اتضح من مكالمات رصدها الجهاز الأمني للرئيس التونسي ما بين قناة الجزيرة وما بين هشام المشيشي رئيس الوزراء أنه بيقولوله أنه فيه تعليم يعني شخص من قناة الجزيرة أنه إحنا نيجي نصور معاك وتعلن رفضك للقرارات الرئيس للقرارات الرئيس وأنك ستمارس مهامك ودي التصريحات اللي صرح بيها أعضاء حزب النهضة أو حركة النهضة أو المبارح لو تلاحظ في نفس الوقت اترصدت المكالمات دي فأكرم خزام بيقول أنه على الفور تحركت الجهات الأمنية وذهبت إلى هشام المشيشي وعندما عرف أن الأمر افتضح قال لهم يعني أنا سأمتسل إلى قرارات الرئيس وأصدر بيان ورفض أن فبالتالي كان يجب أن يتم إيقاف قناة الجزيرة هناك العهدى على أكرم خزام المتواصل مع شخصيات داخل قناة الجزيرة